يهلا بحضراتكو حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة في الدوري المصري الممتاز دوري نايل الزمالك قدر يفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة كبيرة بربعية مقابل هدفين مباراة كانت جيدة جدا من نادي الزمالك على المستوى الهجومي مش بنفس الجودة على المستوى الدفاعي ولكن الزمالك كان قوي جدا كان شرس جدا هجوميا النهاردة مصطفى شلبي هو اللي تقدم للزمالك في الديئة أربعة وبعد كده إبوكا جون إبوكا تعادل سيراميكا كليوباترا في الديئة واحد وعشرين الأهداف أمام حضراتكم وبعد كده سجل دونجا الهدف الثاني للزمالك بعد هدف إبوكا لأمام حضراتكم زي ما انتم شايفين استيل أو لسه في مشاكل في دفاع نادي الزمالك رغم الجودة الرائعة في النواحي الهجومية النهارة دونجا سجل الهدف الثاني للزمالك في الديئة واحد واربعين وبعد كده صديق جولة تعادل مرة أخرى لسيراميكا كليوباترا في الديئة اتنين وسبعين ثم قدر البديل إبراهيم النضاي أنه يسجل هدف الثالث للزمالك في الديئة تسعة وتمانين وبعدها تبعوا المتقلق في هذه المباراة المتقلق عادة يعني أحمد مصطفى زيزو لهدف الرابع للزمالك في الديئة واحد وتسعين وفاز زيزو في النهاية برجل هذه المباراة الزمالك بعد الفوز النهاردة تقدر تقول أنه رمى الضغوط من عليه طبعا بعد اللي حصل في المباراة الماضية مباراة النادي الأهلي وعدم لعبه للمباراة بس خلاص الدوري آه على المستوى الرقمي نظريا يعني لسه الدوري ما بعيدش عن نادي الزمالك أو مخسروش نادي الزمالك بالمعنى الأدق يعني عمليا طبعا فيه صعوبة بالغة جدا 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 إن الزمالك يفوز بالدوري ده شيء منطقة وطبيعي فده مخلي لعبت الزمالك تلعبه يا مرتاح جوزيجو ميز بيلعبه ومرتاح على فجأة جوزيجو ميز رأيه النهاردة في المباراة أو في المؤتمر الصحفي كان بيقول اللي هو بعد المباراة أنه الدوري لسه مخلص رقميا لسه مخلص وبالتالي احنا نلعب كل مباراة على الثلاث نقاط قال إن النهاردة المباراة كانت رائعة وشهدت الكثير من المشاعر المختلفة لكن النقطة اللي ما حبتهاش النهاردة كانت وجود تحولات هجومية على الفريق فريق الزمالك وكانت تحولات هجومية ناجحة وقال إن السراميكري بطرة فريق من الصعب جدا إنك تكسبه وبيعرف يعمل اللي هو عايزه في كل المواقف وبيقدر يلعب على السرعة والاستحواز قال كمان حسابيا إحنا مخسرناش لقب الدوري حتى الآن ولكن ما نعرفش اللي هيحصل إيه الفترة اللي جاية وإحنا هنلعب كل مباراة لنفوز بالثلاث نقاط كمان غير ذلك قال إنه الفريق قدم مباراة كويسة الفريق قدم مباراة محترمة قال إن انت لو سألتني بالنسبة للجماهير يعني تتمنى عودة الجماهير للملعب هقدر أقول بالطبع عايز الجماهير تبقى موجودة في كل مباراة ببقى سعيد جدا بوجود مجموعة كبيرة من الجماهير وقال إنه اللعيبة دايما بتبقى مستنية الجماهير يتكلم عن اللعيبة كمان وقال إنه أنا بحب ألعب معاهم جدا أو بحب الشغل معاهم جدا ودايما بيدوني طاقة كبيرة جدا إنه احنا نعمل شغل محترم جدا ده جزء من تصريحات جوزي جوميز المدير الفني النادي الزمالك مع بعد هذه المواجهة